اليوم رح نقل الشمع أو رح نضوب الشمع تجربة فريدة من نوع الفيديو مليان أفكار تابع الفيديو من بدايته لنهايته كل فكرة بفكري تلا حتى تستفيد إذا ما استفدت من أول فكرة أنا متأجد رح تستفيد من الفكرة الثانية أو حتى الثالثة المهم رح تطلع من الفيديو مستفيدة على كل الأحوال بداية أحباقي عندي شمع مثل ما شايفين وعندي هيد المقلية هيد المقلية مش للأكل أبدا هيد المقلية كتير قديمة وبس بعمل فيها وصفت حطينا الشمع فيها متل ما شايفين وعلى نار هادي جدا بشرت بتدويب الشمع شوي شوي متل ما شايفين لحتى الشمع كله عندي يدوب طريقة فعلا اكتر من رائعة انا بنصحكم انكم نتجربوها لانه فعلا غير شكل بشرنا بالتدويب متل ما شايفين انا عم بشتغل على نار هادي جدا لانه ما بدي احرق الشمع شوي شوي نحنا بس عم ندويب الشمع هون عندي زيت عطري عندي زيت جوز الهند متل ما شايفينه فينا نستخدم حيالله زيت عطري فينا نستخدم زيوت ريحتها كتير طيبة متل زيت الورد فينا نستخدم زيت اللوز زيت زهر الليمون اي شي موجود عندكم فيكم نضيفو للشمع لحتى يعطينا رائحة جميلة جدا رح شيل شوي صغيرة من زيت جوز الهند متل ما شايفين ورح حطهم مباشرة فوق الشمع رح يختلط الزيت كل عياته مع الشمع متل ما شايفين زيت جوز الهند بيتأثر بحرارة الطقس وقت يسقع يصير في برد بيجمد عندي زيت جوز الهند هون متل ما شايفين ديب عندي كل الشمع وبشرت بشيالين هيدول الخيطان لانه بدي بعد شوي استخدم منه الخيط رح حطهم على جنب وهون الشمع صار عندي جاهز عندي متل ما شايفين ارطميز صغير او مرتبان صغير او فيكن تستخدموا كوبة صغيرة ورح نزل فيها كل الشمع اللي انا دوابته ريحة جوز الهند عندي انتلت بالبات يعني اللي بيفوت لعندي على البيت بشم ريحة جوز هند كتر حلوة هون عندي لون متل ما شايفين فينا نستخدم حيلا لون نقدر نحطه انا هون بس هيك حطيت لون شوي صغير بس بدي اكسر اللون واعملوا بهيدا الشكل فيكن تحطوا مثلا اللون الزهري اللون الاحمر اي لون انتو هيك بتحبو وهلا ارجعت جبت متل ما شايفين الخيط وحطيتوا بملقات وعملتوا بهيدا الشكل ورح انطرهم لحتى يجمدوا كليتهم فينا نستعين بالموضوع نحطهم شوي بالبراد او بالفريزر انا حطيتوا شوي بالبراد ورجعت قصيت من فوق الخيط وهيدي عندي صارت شمعة كل ما بدي دورها بحيالة غرفة تطلع ريحة جوز الهند عندي بالغرفة فمتل ما قلت لكم فيكن تستخدموا حيالة عطر وتحطوا بقلب بقلب الشمعة فساعاتها بيعطينا او بتعطينا رائحة جميلة جدا وقت الاحتراك الفكرة التانية فكرة اكتر من رائعة كمان فكرة كتير مهمة عندي متل ما شايفين مكنة العقص او مكنة البرغش نحنا بالعادي منحط بقلبة الدوليب الخاصة لقيلة بس اليوم رح نكسر هيدا الموضوع ورح نحط بقلبة كبش قرنفل او المسامير فكرة اكتر من رائعة لحتى نعطر بيتنا نعطر عندنا الصالون نعطر غرفة النوم نعمالها بريحة كتير حلي برائحة القرنفل هون رح جيبهم متل ما شايفين ورح دخلهم مباشرة بقلب المكنة ورح حطها بقلب الكهرباء كل ما عم تسخن كل ما عم بتطلع عندنا رائحة جميلة جدا رائحة القرنفل فهيدا الشكل رح ندخلها كلها ياتن فهيدا الشكل مندخل كذا عودي او كذا كبش قرنفل او كذا مسمار فهيدا الشكل ومباشرة رح حطها بالكهرباء مجرد ما انه تسخن رح تطلع رائحة جميلة جدا انا هون عندي السالون حطيتها بالسالون يعني اي حدا بيجي لعندي بشم رائحة جميلة جدا نحنا بنقدر نعطر بيتنا بافكار جدا بسيطة وبقصص موجودة عنا بالبيت الفكرة التانية رح نقلب قنينة الزيت بالمقلوب فكرة كتير مهمة ورح تستفيد منها ستة البيت بداية احباقي انا قلبت قنينة الزيت وجبت محرمة متل ما شايفين وحطيتها مباشرة من فوق وهلا رح ارجع جيب شوية ماي ورح بلل عند المحرمة وشو رح يصير عندي رح تاخد شكل القنينة الزيت قد ما كان حجم قنينة الزيت اذا كان مثلا قلون زيت كبير فينا نقلبه ونعمل بنفس الطريقة بس منحط كذا محرمة وبهيدا شكل احباقي رح تاخد الشكل ورح ننطرها لحتى تنشف وقت تنشف المحرمة او العدة محرمة اللي بدنا نحطهم رح تاخد شكل القنينة متل ما شايفين هون تركتلا نشفت على الاخر وهيدي شكلها هيدا شو منستفيد منها منستفيد منها بحال استخدمنا القنينة بوقت ينزل الزيت من القنينة فبيطب على المحرمة فما بيتبلل محل طاولة او محل نحط بقلبه الزيت ففكرة كتير حلوة الفكرة اللي بعدها احب بقي عندي هون صابونتان هيدا الصابونة صارت على الاخر شو برميها اكيد مش رح ارميها بجيبها وبلزقها بالصابون التاني ببللهم اتنينتهم بالماء او بحطهم بالماء اتنينتهم لمدة ربع ساعة وبرجع بلزقهم بهيدا الشكل بتصير عندي صابونة كاملة بهيدا الشكل بكون انا عم حافز على الصابون وما عم برميهم فمتل ما شفتوا صار عندي صابونة كاملة وكبيرة ومش ضروري ابدا اني شيلهم وارميهم اذا بقي عندي بواقي صابونة صغار فيه متل ما قلتلكن نبللهم بالماء ونلزقهم بصابونة التانية وبهيدا الشكل بصير عندي صابونة كبيرة بقدر استخدمها بطريقة عادية وبصير بعملها بهيدا الشكل عن الجوانب لحاول قدمة فيه انه تنلزق بقلب بعضها منطبطب عليها بهيدا الشكل وهيك صار عندي صابونة الفكرة اللي بعدها رح نجيب أنينة بلاستيك متل ما شايفين ورح نحط بقلب البيض هون احنا منكون عم نحافظ على البيض وكمان اذا ما في عنا مساحة بقلب البراد منقدر بكل بساطة نحطهم بقلب القنينة ومنفوتهم بحيالة محل بقلب البراد بهيدا الشكل رح نكسب مساحة بطريقة كتير بسيطة متل ما شايفين كمان في ناس ما عندهم مثلا برادات ولادهم بيكسروا لهم البيض على الأرض فبهيدا الطريقة كمان منقدر نحفظ البيض بعيدا عن متناول أيدي الأطفال وما رح يقدروا أصلا أنهم يشيلوا البيض ويكسروا فبهيدا الطريقة رح نعملها بشكل كتير آمن رح حط البيض كليته بهيدا الشكل متل ما شايفين طريقة رائعة ومهمة وأنا عملتها عندي بالبيض لأنه فعلا طريقة بتستحق التجربة أنا ابني يعني بيفتح البراد وبيشيل البيض مرة لقيته عم بيكسر كل البيضات على الأرض فصرت أعمل هاي الطريقة وبحط الأنينة بقلب بين التناجر أو بين الغراد أو بين التابروات فما بيقدر أنه يشيل البيض نهائيا فعجبتني الطريقة وحبت لكم عنها الفكرة اللي بعدها عندي سلك موعين أو سيفة حطيت عليها ملح وخل أبيض هاي الطريقة كتير مهمة لتلميع أحواض لستلس عندكم بالبيت أنا ما عندي حواض استلس كمان لا تلميع تناجر استلس بهيدا الشكل فبطريقة كتير بسيطة وكتير عملية بنقدر أنه نعمالها بيصير عنا بيبرق برق مثل ما شايفين هلأ بتشوفوا وش رح يصير هايدي كانت أفكاري أحبة إلى اليوم إن شاء الله تكون الأفكار حلوة وعجبتكن قولوا لحضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو إذا عجبتكن فكرة اليوم بصير عمل وشير لحتى يستفيد الكلم إلى اللقاء